موسيقى طيب أهلا وسهلا بحضراتكم يا رب تكونوا بخير وإن كان أهلينا في فلسطين مش بخير على الإطلاق مش هقولك حتى كلمة أو مصطلح التصعيد الصهيوني أو الناس اللي بتحب تقول إسرائيل في رفح لا المسألة تخطط مرحلة التصعيد بكتير المسألة دخلت في شكل من أشكال الجنون على إطلاق المعنى الجنون على إطلاق المعنى احنا بنتكلم على واحد مختل زي بن يمين نتانياه واحد أكثر اختلالا زي سموترتش واحد أكثر جنونا زي بن غفير إلى آخر وإحنا هنا بنتكلم على حكومة بكاملها خد بالك بقى عشان ما تعدش تصنف وتقول أصل فيه ثلاثة متطرفين لا هي الحكومة دي كلها حكومة متطرفة حكومة متشددة حكومة من القتلة حكومة من المجرمين نهينا عن إنه أصلا شعب مجرم شعب مجرم ولازم تبقى فاهم التاريخ كويس علشان تبقى عارف إحنا بمتعامل مع مين وعشان تبقى عارف هي مصر وقفة كل ده ليه؟ يعني مصر بقالها تقريبا أنا من أنصار إنه إحنا بقالنا 100 سنة على هذا الصراع هذا الصراع لم يبدأ في 48 لازم تقعد تفكر في هذا الخلل وتعالى نخدها واحدة واحدة وفي نفس الوقت برضو تشوف أن هناك خلل حقيقي في تعامل المجتمع الدولي من البداية عايز تحسب منين؟ عايز تحسب من محاولات السيطرة لهذه الأسر والعائلات الثرية الصهيونية في القرن الستاشر والسبعتاشر والتمنتاشر على اقتصادات أوروبا أنا معاك وسيطرتهم على اقتصادات أوروبا حتى صارت المجتمعات الأوروبية أو حكامها وقتها حكومتها أزلاء أمام هؤلاء المجرمين وصولا لمؤتمر بازل لتعمل في سويسرا وصولا فيما بعد ذلك لما أطلق عليه وعد بلفر الشهير طب تعال نراجع وعد بلفر الشهير عشان تشوف العلاقة ما بين هؤلاء المختلين المجنين المجرمين الصهيونة وما بين من ساعدوهم في المجتمع الدولي وعد بلفر عبارة عن جواب صغير لا يتعدى سبعة أو ثمانية أسطر الأصل فيه إيه بقى؟ إنه حكومة الملك أو المملكة المتحدة وقتها ووزير خارجيتها بلفر هو اللي بيقول لروتشيلد إنه سمحنا لكم الملك سمح لهم بإقامة وطن في فلسطين ما قالش مثلا الوطن على أن لا يتم اتخاذ أي إجراءات من شأنها الإضرار بمصالح العرب والسكان الأصليين ده نص الوعب بالمناسبة أو نص الخطاب ولا بالطواقف والمداهب الدينية الأخرى ده معناه إنه حتى الإنجليز لما طلعوا هذا الجواب الملوس الحقيقة يعني وهو ملوس فعلا كان فيه عندهم شرط بيقول إيه؟ تقوموا بوطن تعملوا هناك وطن وليست كل فلسطين وطنا لهذه الطغمة البائسة اتنين مشروط يعني تروح تستوطن ماشي لكن ما تضايقش ولا العرب السكان الأصليين ولا تضايق الطوايف والأديان اللي موجودة هناك طيب هل لما بدأ تشكيل العصابات خد بالك بقى العصابات الصهيونية زي شتيرن زي هاجنا زي كان عندنا إيه تاني عندنا شتيرن وهاجنا وعندنا أراجون على سبيل المثال هل لما حصل وأنسل هذه أربع عصابات وغيرهم في عصابات كانت أظهر هل لما تم تشكيل هذه العصابات التي تحركت في الأراضي الفلسطينية قتلا وزبحا هل الإنجليز وقفوهم لا يبقى هنا مسألة التواطق من البداية يعني أنت طلعت جواب مشروط ولما تم خرق هذه الشروط محدش وقفهم ده الإنجليز طيب نستمر في هذا الشكل فتجد أنه بيتعمل القرار كان بتاع التأسيم سنة 47 بتاع الأمم المتحدة ولعلنا تانياه هذا العربيد في الأراضي الفلسطينية هذا والناس بعربيد دي ليست شتيمة ولست سبة هذا توصيف لفعل لأنه ما يفعله نتانياه هو عربدة حقيقية على الأراضي الفلسطينية خد بالك يتعمل قرار التأسيم وبعدين الترفين سواء إذا كنا إحنا كعرب أو هم كصهينة رفضوا هذه القرارات ثم كانت الحرب في 48 واستمرت المدابح حتى ما تم في يوم كئيب مظلم إعلان الدولة طيب كل ده إحنا بنتكلم على مجموعة من الجرائم القتل والزبح وبقر بطون الحوامل لازم نبقى فاكرين أنه ده حصل لمن يتحدثون عن السلام أي سلام هتيجي تقولي كان هذا ماضي فلنترك الماضي ولنتحدث عن الحاضر أنا مقدرش أفصل للحاضر عن الماضي لأنه دي جزور هذا البني آدم بني آدم هو ليس بالبني آدم على الإطلاق هذا المخلوق بنيمين نتنياه الحقيقة هو ابن لذلك التاريخ هو ابن لهذه العقلية أنت بتتكلم على مجموعة هم فعلا كانوا أسوأ وأشرص وأحقر وأحط فئة خادت القرار الهجرة من أوروبا وصولا إلى أراضينا العربية فلسطين على ساحل البحر الأبيض المتوسط في حدود متاخمة لمصر والأردن ولبنان وسوريا أنت بتتكلم على مجموعة المجرمين المرضى النفسيين أجداده آباءه وأمهاته هذا الرجل نتنياه هذا الشخص سموتريتش هذا الشخص بنغفير كل هذه الحكومة بل كل هذا المجتمع لما تيجي تشوف كم المدابح اللي بيتعمل النهاردة أو بيتعمل من يوم 7 أكتوبر لحد دلوقتي أنا بقولك لو سمحت ما تبصش على المشهد كده بس بص على المشهد قبلها بسنة ونص لا بص على المشهد بشكل تاريخي أنهي قيمة إنسانية تسمح أنهي قيمة إنسانية تسمح بأنه يتم ذبح الناس علناً ذبح علناً أمام العالم كله ولا أحد يتحرك الكل يكتفي بالشجب والتنديد ناس فرحانة بالتصريحات بتاعت بارل بس بارل في النهاية بيقول إيه؟ بارل في النهاية بيقول حاجتين حاجة نبارح حاجة النهاردة نبارح قال يخلي بالكو بيحظة الإسرائيل يخلي بالكو الدخول في مواجهة وصدام مع مصر خطر شديد خطر طبعاً على المنطقة دي مما لا شك فيه بس أنا بقول لك هو ولعل الرسالة هتصل لهذا الرجل بن يمين نتنياهو وهذا المخلوق البائس بن يمين نتنياهو الصدام مع مصر خطورة داهمة عليكم أنتوا كلتوا علق في 73 كلتوا علق من 67 ل73 وده عادي هل إحنا عملناها مرة واحدة؟ لا إحنا عملناها مرة بمنتهى البراءة والقوة واللي عملها قبل كده نعملها تاني تاني اللي عملها قبل كده يعملها تاني طب واللي عملها قبل كده مين؟ الجيش المصري اللي عملها قبل كده مين؟ المجتمع المصري يعملها تاني المجتمع المصري باقي ما دامت الحياة بأمر ربنا سبحانه وتعالى طب أنا بتكلم على مجموعة من المشاهد مجموعة دا أنا بتكلم على مشاهد متسلسلة غير منقطعة لو أنت عاوز تاخد من 7 أكتوبر لحد النهاردة 129 يوم بنتكلم تقريبا في 26 أو أكتر 26 ألف شهيد وبنتكلم على 8 ألف مفقود بنتكلم على عشرات الآلاف من الجرحة والعالم يقف ولاء النهاردة برضو بورل يقول على المجتمع الدولي أن يعيد التفكير في تقديم الأسلحة لإسرائيل إن أردتم اوقفوا تصدير الأسلحة لإسرائيل بالكامل بتصدروا سلح ليه؟ طيب هل أمريكا معفية من اللي بتعمله إسرائيل إطلاق؟ غير معفية على الإطلاق بل بالعكس هي قد تسك الغفران وشدت على يدهم والتصريح الواضح من جوزيف بايدن كان بيقول فيه إيه؟ بيقول لبين يمينة تانيه وفي المكالمة التليفونية لو أنت خدت قرار تضرب رفح ابقى خلي بالك على المدنيين ما قالوش ما تضربش ابقى بس خلي بالك على المدنيين يبقى خد المباركة خد الأوكي السؤال هو مين اللي هيقدر يقف قدام هذا الوطن العظيم في حال تم استفزازه وتخطي حدوده الحمراء معنا على التليفون دكتور محمد الباز الكاتب المعروف ورئيس مجلس إدارة الكاتب الكبير ورئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور أهلا بيك دكتور أهلا بيك سيد يوسف بكل مشاهديك أهلا بيك دكتور باز دكتور باز كيف ترى ما حدث أمس وكيف ترى ما حدث من يوم 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة 129 يوم من الإبادة الجماعية المجازر المستمرة صمت المجتمع الدولي ومباركة أمريكية أنا عايز بس يعني أأكد لك أنه أنا مستمتعت بما قلت خلال الدقائق الماضية اللي تبعت فيها هذا الطرح الحقيقة يعني الشجاع والجريء والواضح جدا واللي بيترجم مش بس موقف الدولة المصرية من هذا الحدث ولكن هو بيترجم كمان إحساس ومشاعر الشعب المصري كله تجاه ما يحدث في فلسطين خلينا أقول لحضرتك إحنا حتى نقرأ ما حدث إحنا قدام فرد ليه 3 أشكال من الدبلوماسية المصرية في التعامل مع هذا الحدث عندي الدبلوماسية الوظفية اللي هي بتقوم بيها وزارة الخارجية من خلال بيانتها وهي بيانات في إنها منضبطة بإطار هذه الدبلوماسية الوظفية ثم عندي الدبلوماسية الرئاسية والدبلوماسية الرئاسية زي ما حضرتك تعلم يعني هو أداء بيظهر في لحظات التحول الكبرى سواء للدولة سواء للمنطقة اللي احنا موجودين فيها ولذلك الدبلوماسية الرئاسية اشتغلت كتير جدا خلال العشر سنين اللي فاته واشتغلت بشكل مكسف وده إجابة على السؤال حضرتك احنا عملنا إيه؟ من اللحظة الأولى لـ 7 أكتوبر اللي فات مصر كانت الأكثر يقظة وتنبها وتيقظا ومعرفة بما ستسفر عنه هذه الأحداث يعني من اللحظة الأولى بتجد أن مصر بتتكلم أو بتحذر من توسيع دائرة سراع رقم واحد رقم اثنين مصر بتحذر وهنا عبر الخطاب الرئاسي المباشر بتحذر من أن ما يحدث ليس مجرد رد على ضربة 7 أكتوبر القاسية من حماس ضد إسرائيل ليست ردا على مجرد وقع ولكن أنت بتتكلم عن حرب انتقامية شرسة ستصل إلى حرب إبادة يعني الناس لو رجعت الخطاب السياسي المصري ستجد أن هذا قيل في الأيام الأولى للأحداث وما كانش حد متنبه دي اللي بيجرى فمصر مان قالت أن هناك حرب إبادة كاملة ستحمس ثم الانتباه الأكبر بخطة إسرائيل لتصفيت الأضاءة الفلسطينية كلها من خلال تنفيذ سيناريو التهجير اللي احنا الوقت يعني الصوت المصري يعلو محذرا وواضعا بشكل كبير جدا معاهد السلام على المحك المسؤول المصري النهاردة يعني بيقول أنه مصر جاهزة بكل السيناريوهات وكما تعلم حضرتك هنا ده النوع الثالث من الدبلوماسية اللي هي الدبلوماسية للأجهزة السيادية اللي هي في إدها بتقدم معلومات ثم تستطيع أن تكون دافع فيه قرار معين هذه الدبلوماسية النهاردة هي اللي صاغت هذا المصطلح أنه مصر جاهزة بكل السيناريوهات يعني دلالة كل السيناريوهات ناس تقول لك يعني مصر ممكن تدخل حرب مصر ممكن تدخل حرب إذا مست ما تفعله إسرائيل سيادتها ومست ما تفعله إسرائيل أمنها القومي بشكل واضح ومباشر هذا الخط يا دكتور أنا مش عايز أقطعك لكن ما يمس السيادة أو يمس الأمن القومي متعلق بمحور صلاح الدين ده الخط الأحمر اللي حطه مصر محدش يقرب من هذا المحور لا وهنا الأمن القومي وسيادتي مش بس على خط الحدود لأنه فيه فيه هذا المحور محور صلاح الدين اللي مصر حطته خط أحمر هنا بقى يعني عندما وضعت مصر خط أحمر في ليبيا كما تذكر حضتك يعني حتى كان من وجه هذا الخط الأحمر عاقش ولم يقترب من الخط الأحمر اللي مصر عملت طيب النهاردة في إسرائيل أنت تتحدث عن حكومة فاقدة للرشد السياسي وفاقدة أيضا لأي حس إنساني يعني أنه أنت قدام حكومة كل ما تريد أو كل ما تسعى إليه هو تحقيق انتصار ينقذها من مصير يعني ربنا واحده أعلم أنه لو ما يقولون أنه انتصار كامل أو ما يلوح بين إسرائيله أنه انتصار كامل هذه الحكومة الفاقدة للرشد يمكن أن تدخلنا لأنه خلي بالك فيه مناورة شديدة جدا بتحدث الآن في التحرك نحية رفحة الفلسطينية اللي هي جنوب غز المناورة دي أطرفها تبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي بتتكلم إيه كما أشارك اللي هو مفيش مانع تدخله وتعمله عملية رفح بس أمن لنا المدنيين اللي هو هذا كلام لا يدخل على طفل صغير حتى تمنحه يعني إشارة وضوء أخضر لإبادتها ولا أنت بتتكلم على مليون واربعة من عشر فلسطيني موجودين في هذه المنطقة فأنت بتدي له كده إشارة ادخل وبيد هؤلاء كما أبدا الآخرين لأنه مفيش حاجة اسمها تبدخل نفذ عمليتك بس والله بحفظ لنا على المدنيين الخطفين والمخطفين هذا النوع هذا نوع من التواطؤ الواضح جدا ولذلك أنا مثلا أنا عندما يقول أحدهم أنه العالم يتابع في صمت لا العالم لا يتابع في صمت العالم يشجع يدعم إسرائيل بوسائل كثيرة جدا وزي ما بقول لحضرتك هنا هذا التصريع يعني يطالبون بألا يقدم العالم السلاح لإسرائيل طب أليس الأدعى أن نسأل هو من يقدم هذا السلاح في الأساس دي نقطة النقطة التانية أنه بعد بعد ما أن قامت الدبلوماسية السيادية بتأثيرها المباشر اللي هو التلويح بأن لا يجب أن ينسى أحد ما جرى في كتوبر حضرت كنت بتقول اللي عملها قبل كده يعملها تاني ده رئيس الجمهورية نفسه زمان مع فارق الوضع وفارق التسليح وفارق الوعي كمان بالقضية إحنا حربناهم حربناهم في 73 بسلاح صلحناه من مخازن حرب العالمات التانية يعني لكن أنت هنا بتتكلم عن دولة عندها قدراتها وعندها إمكانياتها ولن تتردد في لحظة في لحظة إذا كان هناك مسأل أنت بزلت كل الجهد بالمناسبة وعند يقولك طيب إذا كنت هتحارب عشان ما تقوله عن سيادتك وما تقوله عن أمنة القوم طيب هو اللي كان بيحصل من 7 أكتوبر لحد الوقت ما كانش يستدعي أن مصر الدولة الكبيرة يعني الشقيقة الكبرى أمرا واقعا يعني دون أن حتى يتحدث به أحد أنه ما تدخلش الحرب أنت كنت بتسعى من اللحظة الأولى للحيلولة دون تحويل هذه المنطقة إلى جحيم كامل بزلت كل جهودك لإدخال مساعدات بزلت كل جهودك لعمل هدنة وألحيت في ده وبزلت مجهود كبير في ده لأنك لا تريد أن تدخل المنطقة في حرب بعض الناس بعض الناس مش قادرة تستوعب يا دكتور محمد أنه مصر لو دخلت جوه عملية عسكرية المنطقة تنفجر بالكامل ناس متصورة أن الموضوع هيبقى بس عند خط الحدود لإحنا هنتكلم كده عمليا على تفجير الموقف في منطقة الشرق الأوسط بيه كاملو بل ودول الجوار دكتور أنا أنا عايز أشوفك ما تجلنا أنا تحت أمر طيب الأمر الله سبحانه وتعالى العفو عايزك تنورنا أرجوك وخليني الأول أشكرك جدا 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 على المكالمة وتنورنا ياريت ونتكلم على هذا الموضوع بشكل أكتر اتساعا وبشكل أكتر تفصيلا كل الشكر لدكتور محمد الباس كاتبنا المعروف والكبير ورئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور بصوا يا جماعة عشان في ناس أنا يعني عن طريق أصدقائي وزملائي بتابع بس السوشيال مينيو في ناس بتعمل تقولك إيه ما مصر تخشت حارب هي خايفة ولا إيه وفي ناس تانية تقول لا ده مصر جامدة جدا وتقدر تخشت حارب بصوا يا سادة المختصر المفيد والكلام ده يبقى لكل الأطراف الطرف المحبط واللي بيحاول يعني يهبل في الكلام على مصر والطرف التاني المتحمس جدا واللي شايف إنه يلا بينا نخش والطرف التالت اللي هو متعلق بالكيان الصهيون المحتل نفسه كويس مصر مصر لو دخلت المنطقة انفجرت مصر قادرة مصر قدراتها العسكرية مهولة وده مش كلامنا ولا كلام جلوبال فاير ده كلام العالم أزيدك من الشعر بيت جنرالات هذا الموتور المجنون المختل نفسه بن يمين نتنياهو قالوله كده تجنب الصدام مع مصر لن نتحمل صداما مع مصر مش بس كده نواب في الكنسة تجنب الصدام مع مصر نواب من حزب العمل معارضة تجنب الصدام مع مصر العايزين نقوله للمحبين والكارهين لو دخلنا الوضع هيا مفجر إحنا عملناها مرارا وتكرارا من 67 ل73 جايبينه على حجرنا وباللسوعه طرح هي لسه معلمة في نتنياهو لحد دلوقتي ولا إيه يكونش ده السبب موجوع انت موجوع يا بيبي فاصل ونكمل الكلام اشتركوا في القناة على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين هل نسينا شيئا وراءنا نعم نسينا تلفط القلب شدوا بعضكم يا هل فلسطين شدوا بعضكم ما وداعاتكم رحلة فلسطين وتركنا فيك خير ما فينا شهداء بالعسرات وترحة تركنا فيك شهداءنا الذين نوصيكم بهم خيرا مدينة بورسعيد الباسلة أرض البطولات والتضحيات استقبلت الملتقى الرابع لمبادرة الجيل جديد برعاية رئيس الجمهورية في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة على مدار سلاسة أيام استضاف قرية الشرطة ببورسعيد شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة والتي انطلقوا منها يوميا للتعرف على معالم المدينة التاريخية ومنها المتحف الحربي الذي يسطر تضحيات الشعب المصري بخاصة في مواجهاته للعدوان الثلاثي عام 1956 ويستعرض نمازج للفدائيين والتي قرمت وزارة الداخلية أسرهم في الاحتفال بعيد الشرطة الجديد وشمس جديدة وراية رف رف جوا وقلوبنا وفي دا النصر اليوم مبسوطة أنني جيت في مدحف بورسعيد وشفت نمازج عن الفدائيين اللي حربوا في العدو في 1956 بشكر مقدر الجديد أنها جابتنا مدحف بورسعيد شفنا النمازج المشرفة دي وثوارهم وقرينا عنهم أنا بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أفكر في الشباب وفكر فينا وعمل لنا حاجة زي مبادرة كلنا واحد جيل جديد أنا انضمت لمبادرة عشان سمعت زمايلي وهم بيقولوا أنهم راحوا أماكن جميلة جدا واستفادوا حاجات حلوة قوي قام الشباب والطلائع بزيارة مقر قسم شرطة موانئ بورسعيد المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس الذي يعود بناؤه إلى ثلاثينيات القرن الماضي واستقل الشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة إحدى المعديات في جولة بقناة السويس حيث نقطة التقاء البحر المتوسط بالقناة فرحانة قوي أن أنا أول مرة أشوف حاجة يعني جديدة في حياتي فجنا مشوف حاجات زي دي في بلدي وفخور في بلدي والحاجات اللي بتحصل في بلدي رحنا حاجات كتيرة جدا حلوة بلدنا وشوفناها قبل كده ونشكر مبادرة كلنا واحد ومشكر السيدة الرئيس عبدالفتاح السيدي تحية مصد تحية مصد وإدراكا لأهمية اطلاع الناشئ على الصناعات الوطنية نظمت الوزارة زيارة لهم للمنطقة الصناعية ببورسعيد حيث اطلعوا على مصانع الضفائل الكهربائية للسيارات جيل جديد وشمس جديدة وراية رف رف جوا قلوبنا وفي ده النصر بكر نضحي على شم مصر النهاردة بنرحب بمبادرة جيل جديد عندنا في شركة سموتومو إلكتريك إيجف واحنا مبسوطين جدا بزيارتكم عشان نقدر ان احنا نوصل للجيل الجديد فعلا ان فيه صناعات كبيرة موجودة في مصر زي صناعة ضفائر الكهربائية للسيارات انا شايف ان دي فكرة كويسة جدا ومبادرة جيدة جدا لان هي بتساعد الشباب الجديد والجيل الجديد ان يتعرف على صناعات كتير موجودة في البلد صناعات قادرة ان هي تصدر وتتطور وتشارك في صناعات كبيرة شبه صناعة السيارات المصنع بيصدر لأكتر من دولة في أوروبا كل ما بنروح مكان بنكتشف حاجات جديدة واول مرة اجي المصنع دوت اللي هو مصنع سوميتومو انا فخورة جدا بالمصنع دوت واول مرة اشوفه اتمنى اشوف حاجات كتيرة تانية ثالث مرة ليه اجي المبادرة والنهاردة شفت ان فيه في مصر اكبر مصنع للدفاير الكهربائي للسيارات وبيصدر لجميع دول العالم وقاموا بزيارتي مصنع الكاوتشوك والذي يلبي احتياجات السوق المحلي بكرا نضحي على شم مصر ونوفي جميلها طول العام اجيل طلاف مصر جديد بتقول دايما انت حيا مصر مبادرة عظيمة ان احنا نعتني بشي هابس وغير ده وندور من فكرهم ونوريهم ان البلد في تغير وتحسن والصناعة بتنمو وان مصر في عقل السيارة الريس ابتدى يتبقى فيه مصانع جديدة تعمل منتج استراتيجي الدولة بتحتاجه انا مبسوك جدا ان وزارة الداخلية خليتنا زور مدينة بورتعيد وزور اكبر مصنع كويتش في مدينة بورتعيد وحرصت وزارة الداخلية على اصطحاب هؤلاء الشباب عبر انفاق 3 يوليو التي تربط بورتعيد بالضفة الشرقية للقناة كاحد الانجازات الحديثة متجهين عبره الى ميناء شرق التفريعة وهو من المشروعات القومية التي اقامتها الدولة ومحور اساسي للتجارة العالمية وتم تنظيم احتفالية لومونيك اسمحولي اشكر باسمي وبنيابة عن زملائي طلاب وطلبات المناطق الحضرية الجديدة شكرا خاص لإدارة ميناء شركة تفريعة ببورتعيد شركة مرسك على الاستقبالة العظيمة التي استقبلها لنا نهاردة والأماكن التي ورها لنا وبجد أنا فرحان وفخور جدا ان احنا عندنا شركة زيديا وميناء زيدوان داخل مصر نحن م acquisition بشأن السنور أنا دلوقتي في ميناء الشرق التفريعة وخىنا فيها جولة جميلة جدا شوفنا حاجات كتيرة مفيدة وعرفونا الوعي والحماية وحاجات كتيرة أوي حلو فخور إن إحنا عندنا حاجة زي دي بالضخامة دي بالحجم ده ومبسوط جداً إنه موجود في المكان ده بصراحة كانت جميلة جداً وأنا كنت بصراحة ما كنتش عرف إن في بورس عيد مكان زي ده بصراحة على هامش الملطقة تم تنظيم ندوات تثقفية للشباب رحبوا خلالها بزملائهم الجدد المنضمين للمرة الأولى للملطقة بعد النجاحات التي حققتها الملطقيات السابقة أنا أريد أن أرحب بكل زمال الجدد التي نضم لنا في المبادرة حديثة أنا مبسوطة جداً بزمالنا اللي نضموا معنا المبادرة جديدة وبتمنى أنهم يستفيدوا كل اللي إحنا استفدنا من المبادرة وتهدف هذه الندوات إلى إسقال المهارات الثقافية والفكرية للشباب وتعرفهم بالإنجازات الوطنية أنا اسمي مصطفى الجمال من حي بشاري الخير وأنا إزاي حافظ على المشروعات اللي حضرتك قلت عليها في المحاضرة وإزاي خلي مستابلي أفضل كل المباني الحلوة اللي إحنا شفناها وكل المشروعات الناجحة دي هتلاقي لنجاح الناس اللي شغل فيها زي ما إحنا عندنا مستشفى ناجحة بقى عندنا شرق تفريع ناجح وزي ما إحنا عندنا مدرسة ناجحة بقى عندنا مصنع للكاوتش ناجح كل المرتبط ما بين ده هو بناء أدم ناجح عشان كده لو عايزين نحافظ على مشروعاتنا بجد نبقى قوية ونجحين ويبقى عندنا انتماء للبلد في كل فعل بنعمل عايز أعرف إزاي يكون مفيدة البلدية أول حاجة علشان نكون مفيدين لبلدنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأفسهم يبقى تعملية التغيير لابد إنها تكون جواينا الأول وبعد كده أبدأ أغير في اللي حوالي يبقى أنا بطور من ناسي بطور من مهاراتي وبتعلم كل جديد وبعد كده ببدأ أوصله لأخرين عن طريق إن أنا كن إيه؟ فدوة بشكر طبعاً السيد الرئيس وتطبيقه للإستراتيجية اللي بتقول إنه إحنا لازم نأكد على إن بناء الإنسان قبل بناء البنيان فمن خلال مبادرة جيل جديد لقينا إن فيه تطبيق فعلي استأكيد على المهارات اللي إحنا لازم نطورها في الإنسان النهاردة استقبلنا شباب جديد يمكن ما كانش معنا في المبادرة المرة اللي فاتت والشباب بالمجموعة الأولانية رحبت بالمجموعة التانية وكل يوم بنزيد وكل يوم قلب على قلب من الشباب هنقدر إن شاء الله نكون مجتمع ناجح وراق يحفظ على البلد تضمن الملتقى تكريم المتفوقين من أبناء المناطق الحضارية دراسياً من مختلف المراحل الدراسية أجيل طلعاً في مصر جديدة بتقول دايماً طح يا مصر لما تشوف أبطل حديث يا حمو يا ابن اليوم دي أنا مبسوط بمجرادر الجيل جديد عشان هي بتعلمنا حاجات كتيرة بتدينا دفعة اللي إحنا نتفوق وتأكيداً على نجاح مبادرة الجيل جديد في غرس قيم التشارك والانضباط وهو من عكس على سلوكياتهم وتعاونهم وقيامهم الإيجابية التي ظهرت خلال هذا الملتقى اختتم الملتقى الرابع فعالياته الناجحة بحفل طرفهي كبير وسط التقاط لسوار تذكارية تخلد هذه اللحظة مجد مبسوط باختام الملتقى الرابع ومجد فرحانين كلنا اللي إحنا نجينا برسعيد ونتعرف على الحاجات الجديدة في بلدنا أنا أول مرز للأماكن دي وفغورة جداً بالأماكن دي باشك السراطة مرز على كل الوضعات اللي عم نهاننا ويا رب بتكونوا على طول المتميزون ثقافياً وعلمياً ورياضياً من المشاركين في الملتقى تم إضافتهم إلى لوحات شرف المتميزين الموجودة داخل المناطق الحضارية الجديدة لتخلد مشاركتهم في هذه الملتقىات التي يزداد الإقبال على المشاركة فيها يوماً بعد آخر في ضوء حرص الوزارة على التطوير المستمر لأنشطة الملتقى لبناء أجيال جديدة الانتماء للوطن شعارها وبناء قدراته هدفها أهلاً 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 أزيكم؟ عاملين إيه؟ كله تمام يا رب تكون كل حاجة تمام وعال العال يمكن أنت شفتوا دلوقتي التقرير أنا بشوفه من التقارير الرائعة والجميلة إحنا اللي إحنا شفناه ده زي ما أنتوا عارفين ده اللي بتقوم بيه الدخلية في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد إحنا هنا بنتكلم على دور اجتماعي وإنساني وتوعوي في بناء الإنسان المصري ده دور مهم جداً بتلعبوا الدخلية خلال الفترة الأخيرة بالمناسبة دي مش أول مرة يعني إنت شفتوا دلوقتي ده بورسعيد أنا شفت معاهم قبل كده الحقيقة وحضرت أكتر من مرة كان ليه يعني شرف وحظ جيد إن أنا شفت مبادرة كانت قبل كده كانت من شبان من براعم لو صح التعبير الأسمرات وما إلى ذلك ومعايشة اتعاملت مع الطلبة في أكاديمية الشرطة يعني كانت حاجة أكتر من عظيمة وأكتر من رائعة لنتوا شايفينه ده بيبني وجدان الولاد دول بيبني وجدانهم بيكبروا بشكل مختلف وجدانهم بيتكون بشكل مختلف وعيهم بيطلع بشكل مختلف إحنا بنتكلم على بناء إنسان بالشكل السليم أو قل بالشكل الأمثل معايا على التليفون الكاتب الصحف الكبير أستاذ أكرم الأصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع أهلا بيك أستاذ أكرم أهلا أهلا عامل إيه كله تمام؟ الحمد لله كله كويس يعني في إطار متابعتك شفت إزاي اللي عملها وزارة الداخلية ومبادرة كلنا واحد جيل جديد وتحديدا يمكن آخر الحاجات اللي حصلة هناك في بورسعيد وطبعا الحقيقة إنه كلنا واحد ده الحقيقة الشعار ده أطلقوا الرئيسة والداخلية بيتمظمه في أكثر من اتجاه يعني مش بس الجزء الخاص بالمعايشة وجزء الخاص بالدور اللي هو الاجتماعي والثقافي كمان حقيقة مهم قوي في إنه تنظيم فعاليات مختلفة ويمكن أنت أشرت اللي حصل في الأصمارات وقابل وبعد كده كانت تغيبت العينة ببارك صحيح حميدة الشرطة فكرت إنه كمان يخدوهم ومعالم ويحتكوا بالناس ويطرحوا أسئلة ويجاءوا أجابات ويشوفوا اللي بيحصل على يعني بشكل حي هو أمر مهم وخاصة المناطق الحضرية دي أحد الإنجازات المهمة جدا للدولة المصرية بيس عبد الفتاح السيسي لإن إحنا كنا على مدى عقود الحقيقة كافل عشوائيات إحنا ناس بمتعتبرها عار وكان يبدو استحالة نقلها الحقيقة اللي اتعامل ده كبير لأنه نقلهم مش من الإيواء زي ما كان بيحصل قبل كده أو مجرد مساكن لا أحنا نتكلم على مجتمعات حضرية فيها مراكز سرية فيها مراكز ثقافية فيها ملاعب فيها مكترات فيها أنشطة رياضية واجتماعية والثقافية مهمة فالحقيقة من الدول الداخلية تعملوا بكلنا واحد جيل جديد اللي هو الشباب والصديق والأطفال اللي موجودين في المناطق الحضرية سواء في برسعيد ذا اللي حصل النهاردة أن هم يبقوا بياخدوهم في جوالات يشوفوا معالم برسعيد وتاريخ برسعيد اللي هو جزء مهم جدا من التاريخ المصري المهم ومصانع برسعيد ده دور مهم جدا وكمان الحقيقة أنه كلنا واحد بشكل عام حتى الجزء اللي هو داخل في معارض سلع أو في تخفيض أسعار أو في غيره بيكثر حواجب كثير وبيبني علاقات قوية وإنسانية بين الداخلية والشرطة من ناحية وبين المواطنين من ناحية تانية في أكثر من مجال فالدور الحقيقة الثقافي ده أو الدور اللي هو الاجتماعي والثقافي ده في غاية الأهمية سواء في برسعيد أو في الأصمارات أو في رد العنب والمناطق الحضرية وتأكيد على فكرة كمان من مثالة الأطفال دول اللي بينشعوا في مجتمعات صحية ومجتمعات ممتلئة وفيها ثقافة بالتأكيد دول بتفوقهم بعد كده وذكرياتهم وذناءهم بالطريقة دي الفطرة التطولة لحد المراقع أو غيره هي اللي بتبني العقل وتبني كمان الإدراك وتبني قدرة ده زي ما احنا زمان كنا بناخد في المدارس اغتل إيدك قبل الأكل وبعده أو بنشوف العلاقات الهندانية واحترام الكبير والعطف على الصغير الحاجات دي يعني اعتقد هتبقى مهمة جدا وأتمنى انها تتسع أكتر في انه يبقى السياق ده قائم وأظن انه الداخلية قايمة بالدور ده بشكل جيد وكمان الحقيقة دايما المناطق الحضرية بتفكر المصدين بإنجازهم اللي عملوه ولداما الرئيس يشير إليه الحقيقة وده يعني حاجة يعني إنجاز كبير جدا 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 زي كثير من المبادرات العلاجية والصحية وغيره لعمل مقالات في حاجات كتبدو مستحيلة فالحقيقة يعني الداخلية تستحق هذا الدور اللي هو بيتم فعلا تحت رعاية الرئيس ليرعى هذا الأمر وفكرة شعار بناء الإنسان ده الحقيقة نقطة في غاية الأهمية لأنه هو الأهم العلم والتعليم والصفافة والوعي المتصمع الوعي العام اللي يقدر يدمن مستابل بشكل جدير صحيح صحيح 100% أنا بشكرك جدا أستاذ أكرم كل الشكر اللي كلكاتب الصحة في الكبير وأستاذ أكرم الأصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع اللي بتقوم بيدخلها فعلا نظور شديد الأهمية بل بالغ وعظيم الأثر فيه نفوس كل هؤلاء الأطفال البراعم الطلاقع الناشئ سميها زي ما تسميها تعالوا نروح لفاصل وبعد الفاصل حوار أعتقد أنه خاص جدا رائع لا أعتقد عندي يقين أنه خاص جدا رائع جدا جميل جدا كما جرت العادة لأنه يعني ضفنا العزيز هو الدكتور متحة العدل عن الفن والموسيقى والسينما والأفكار والتنوير والحياة والعيشة واللي عايشينها ما تقلقوش فاصل ونكمل الكلام أهلا وسهلا مزاح حضراتكم عاملين إيه مقدمة قصيرة لأنه الضيف لو إحنا قلنا على دكتور متحة العدل هنقول قصايد واخش مهارف المنافسة غير عادلة بالمناسبة منورنا يا دكتور عامل إيه كله تمام الحمد لله أنا هبدأ قبل أي حاجة هتكلم على جزء صغير باللي كنا بنتكلم عليه وإحنا قاعدين في قط المسافرين في غرفة الضيف وكنت بتكلم على أجدع عيلة في مصر يا حبيل ربنا أهلا قلت العدل وكنت قاعد عمال بحكي على مكالمة حصلت مبيني ومبين أستاذ سامي الله يرحمه يا رب أهلا بخير المسلمين فحتى علقت وقلت شبرة دي حقيقة أنت حاجة لموقف عن الفكرة بالنسبة لي مش غريب ده سامي يعني ده هو هو ده سامي تبكال يعني الله يرحمه يا رب الله يرحمه شبرة ودكتور متحة وعائلة العدل لعب الدور قد إيه في تكوينك في حياتك في اكتباتك وصولا إلى شارلي شابلن اللي تكتب له ثلاث قصايد أول ما مات أول حاجة طبعا إحنا من المنصورة والمنصورة مدينة كوزمو بولاتينية طول عمرة عايش فيها جريج وعايش فيها المنصورة أنا اتولدت واتنقلت المنصورة عمري خمس سنين فإحنا لما روحنا شبرة يعني ما فيش فريق أوي بين الحياة هنا والحياة هنا شبرة فيها كل كأنك قطعت قطعة من نسيج اللحم الحي المصر حطيتها تحت الميكريسكو فإنت عندك مسلمين مسيحيين يهود إيطاليان يونانيين كنت بقى لهم معهم كورة وكاتب عنهم قصيد اسمها ياني وحنة ونيكولا فشبرة كان العيلة مثلا المسلمة الوحيدة في العمرة هي عائلتنا والبيئة كله مسيحيين بس احنا عمرنا مسألنا بعض انت مسلم ولا مسيحي بس فشبرة أثرت فينا تأثير غير طبيعي فكرة تقبل الآخر فكرة ان انت دين لله ورطن للجميع عيسى نبي موسى نبي محمد نبي وكل من لو نبي صلي عليه دي جملة شبراوية واخد بالك فاحنا تربينا كده انك تتقبل الآخر ان انت تبقى معندكش مشكلة مع اي حد له رأي محتلف عنك دين لون شكل شبرة أثرت في تركيبتنا وتكوينتنا طبعا بلاس بقى كلمة المشهورة شين 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 شاوت شباب شبرة طبعا وجدعانة شباب شبرة ودي حقيقة الشبراوية معرفوا بعض ببرا مصر يعني انا في ايطاليا وقابلت حد يكلمني اقول انت من شبرة انت من شبرة بس فده سامي العدل ودي شبرة ده جزء من تكوين العيلة وتكوين دكتور متحن ويمكن اظن وصحاني لونا غلطان في التركيبة الشبراوية دي أثرت كتير في مسألة انه النبرة العالية مش بكلم عن علو الصوت في المستوى النبرة اللي هو ايه احنا بنقول احنا ما بنخافش احنا ما بيهمناش ده واحد اتنين فكرة التنوير صراحة اه دي حقيقة شبرة عودتنا ان احنا صرحة عودتنا ان احنا جدعان عودتنا ان احنا ما بنخافش عايز اقولك على حاجة اقل تأثير للاخوان المسلمين في جامعة حياء مصر ومدن مصر في شبرة نيجي عند شبرة ويقف عند شبرة ويقف خط حدود حقيقة يعني شبرة تحديدا انه ما عارفوش خشوها من قصله شبرة ناس جدعان شبرة ناس فيها الطبقة الحافظة لمصر طبقة المتوسطة المسرية الحقيقية هي موجودة في شبرة التعليم المداري اراجت في التوفيقات السنوية ودي طبعا من اوائل واهم المداري صحيح كانوا قدامنا البومباستير او الرعي الصالح اللي كان فيها داليدا ايوه سبعتكبر مننا سبعتكبر طبعا اه فاحنا كانت عندك شبرة دي وطن شبرة وطن شبرة كبيرة كمان اوي اوي وفيها خمسة ستة سبعة مليون فانت بتتكلم في بلد جوه الناس شبرة تروحها دلوقتي الساعة اثنين صباحا تلاتة صباحا اربعة صباحا تلقينا الشغالة والمطعم شغالة ومحلات اللبن شغالة ومحلات الكشرة شغالة فناس قلوبهم مفتوحة على بعض فجريقة بتقولي لنفسها فيه ما بيهمهاش من حد ما بتخافش من حد فدي دي طبعات شبرة ودي طبعاتنا اللي احنا تولدنا عليها وتعلمناها وتربنا عليها فاصبحنا عندنا مش عايزة اقول جرأة في الحق لكن ما بنخافش لن نخاف الحق لو ما تلاقي حتى اصبح جزء من الجمل اللي يقولها المصريين في وقت الشدائد والاخبار وقولك ده لو زعانه ان احنا نطلق عليهم شبرة صح يا حقيقة قالوا ان شبرة نفسها عدادة كبير جدا وزي ما بقولي لحضرتك وشجعان وشجعان وما عندهمش فكرة انك فصيل متطرف في شبرة ده مش موجود يعني مفيش حاجة اسمها تبقى انت فصيل متطرف ديني فصيل متطرف سياسي مفيش ده الناس كلها بتحيس انها على قلب رجل واحد باختلاف الاديان واختلاف الاجناس واختلاف الالوان فعشان كده الالبوم مبتوء على قلبه بعض من هنا ما اقدرش ان انا ابعد ذهني عن انه طبيعي ان شبرة تطلع تقول امريكا شيكابيكا وشبرة تطلع تعمل حلم العربي وشبرة تعمل عشرات الامور وشبرة تعمل بليك حملي وشبرة عمري بليك حملي يعني مش عايز اقول اسماء شبراوية كتير جدا شبرة فيها كان يمفي بس يكفي ان شبرة فيها بليك حملي ودليدة ودليدة حدوتة شارلي عشان دي حدوتة تتحكي والكتاب ده قد يكون الكتاب الاكثر اختلافا والمتفرد على الاقل بالنسبالي انا عمري ما شفت كتاب كده شارلي طبعا شارلي هو الفنان الوحيد الونيفيرسل الفنان الوحيد اللي تعرفه جميع حوالي العالم في الهند وفي لبنان وفي امريكا وفي انجلترا الفكرة او الجنونة خلينا نقول احلا هي جنونة هي جنونة جابها لي احمد بوهي المخرج صاحبنا صاحبنا وحبيبنا وانا بعتبر ابني ومعاه محمد فهيم اللي عملت شارلي شابل وهم لما جابوا لي الفكرة الحقيقة انا جابوا لي طرطة وجايين ما كنتش لقابلت ده ولا قابلت ده عارب محمد فهيم بس ما قابلتوش لما جوا لي بيتي في يناير من سنتين وجابين لي طرطة قلت حاجروا طرطة ويمشوا فحكولي شارلي شابلن قلت بيهزروا انا كنت عملت ابلاغ كوكوشانل اه بالضبط شاريهان شاريهان في العطل جروب اه فانت معك تقلتين يعني او فدول بقى جايين لي بمحمد فهيم واحمد البوهي وعازين يعملوا ميوزيكال شاريهان كانت مسرحية فيها اغاني بس دي ميوزيكال فقلت شباب جميل اولها الاخرها ميوزيكال شباب جميل متحمس بتكسرش بخطره شباب الحال بس هم ما سابونيش هم ثلاث ساعات مذاكرين وحفظين وعندهم شغف ومهوسين فهوسوني وانا طبعا اكبر منهم في سنة بس انا جن منهم يعني منهم ومن غيرهم انا مش بهزر انا سابوني وانتقولهم انا مهاش عابل المصرحية دي غيري حلاص المصرحية دي هتتعمل هم سابوني بحالة سنة تسعة وعشرين حصلت حالة كده اسمها شابلينيزم العالم كله بيلبس زي الشامل شابلينيزم وبيتكلم وبيمشي مثل بورنيتا والجزمة الكبيرة انا سابوني بها زي الحالة فانا عادت اتفرجت على تلاتة وخمسين فيلم اللي شاء الله سابلين فاربع تيام مجيت عامل سعيدي في الجامعة الامريكية اول فيلم كوميدي اعمله قلت ترجع لمين انا دائما بعلم الولاد لازم عندك ريفرنس انت استاذ يوسف هتعمل برنامج اتفرج على اوبرا وينفر مش انا كنت بتفرج على لاري كينج لازم عندك ريفرنس فانا مجيت عامل سعيدي اول فيلم كوميدي وكنت عامل بها امريكا شيكا بيكا وايس كريم فده فيلم كوميدي لست كنت بتفرج على الايس كريم اول امبارح بحب الفيلم ده اوي الحمد لله انا بحبه انا كمان او الافلامي وانا بحبه وهو عايز تقول دفتر اخوال القاهرة في التسعينيات صح جدا يعني فالمهم جبت ده عدت ادور كانش في جوجل بقى ولا حاجة فعدت ادور لغاية ما جبت وانا معامل سعيدي سنة 98 جبت سيناريوهات افلامت شرل شابل السيناريوهات السيناريوهات واقعدت اذاكرها فده ريفرنس وعملت سعيدي ونجح وكسر الدنيا وكل حاجة انا كتب الكلام ده هنا على فكرة فلما جولي بهذه المسرحية استعدت بهذه الذكريات وابتديت اعيش في حالة شرل شابل الحمد لله انا عملت افلام كتيرها نجحت ومسرحيات نجحت ومسلسلات نجحت واغاني الحلم العرب من اكتر الاشياء التي اعتز بنجاحها حالة متفردة ميوزيكال ساعتين ونص حصلش قبل كده اكتر من خمسة وستين ليلة عرض فل في السعودية في الرياض وفي جدة ثم القاهرة في ميوزيكال بطولة ممثل عظيم بس مش نجمش بباك فعيم هايل عظيم احمد البوهي هذا العبقري الحبيب الجميل انا بعتبره يعني كأنه الابن الرابع لي باش مهندس الدكتور المخرج احمد البوهي بالضبط كده في حالة حالة وطبعا الانتاج العظيم لسي سينما هاني نجيب واخمد فهمي لان بصراحة محدش يتحمس للعمل ده مع مساعدة وانا لازم اقولي الكلام ده يجب ان نعطي الكل دي حكر حقه هيطي الطرفية ثم ساعدونا في هذا العمل لانه عمل صعب ومكلف انت شفت العرض وشفت كم حد جوه العرض فيه على المسرح والي برا المسرح مش قالي من ميت بني ادب واكتر من خمسة وستين تهير الدكور ورأس وغرق حاجة صعبة جدا فالعمل عشان ينجح بهذه المقومات وينجح جماهيريا وانا حيطة جماليا دي بدوس عليها قوي ان انا بعمل مسرح للناس وبعمل سينما للناس فما تقوليش ان اعمل فيلم عظيم بس ما حاجة يشوفه وحيفهمه بعدين لا انا عايزه يفهمه دلوقتي فالمسرحية نجحها بالنسبالي كان تحدي وكان لدرجة ان انا مش عايز اقولك ان انا تقريبا مش عايز اعمل حاجة جرى مسرحة جنائي يعني وصلتني لحالة ان انا انا زهدت في كل شيء يعني اللي جاية يبقى كده اه انا عايز اعمل مسرحة جنائك مش عايز اعمل حاجة بجد يعني الى هذا الحد المسرحية ملكتني وبهارتني وفرحت بيها وفرحت بنجاحها اكتر من اي عمل تاني لانها مختلفة عن اي عمل انا عملت قبل كده طب ده انا يعني لسه انه ده كنت بشوف الخبر وطبعا كلنا عارفين اللقاء اللي ما بين المستشار تركي والدكتورة نيفين وزير في السقاط فهيبقى في تعاون ما لعل المسرحية الجاية هتبقى جزء من هذا التعاون ان شاء الله ونعيد شارلي كمان يعني انا على فكرة حصل حاجة عمرها ما حصلت انا بحيط دكتورة وطبعا بحيط معالي المستشار لانه الحقيقة لو لايط الترفيه ما كانش العرض ده طالح الحقيقة يعني لازم نقول الحق يعني ان احنا عرضنا المسرحية في الأوبرا في افتتاح مهرجان المسرح التجريبي جميل ودي اول مرة تحصل مسرح قطاع خاص يعرض في المهرجان التجريبي في المهرجان دولة في الأوبرا فالحقيقة ده فهم وزكاء وساعة صدر من الدولة ممثلة في وديرت الثقافة ان هي تعرض هذه المسرحية في الأوبرا كرة حضرها ناس اجانب وكانت فهو عمل انا بفهر به الحقيقة يعني طب يعني هو على ما يبدو انه البوادر والشواهد رائعة جدا يعني زي ما كنت بقول كده الاجتماع للنهاردة المستشار تركي الاستاذ عمر الفئي الدكتورة فيبقى فيه تعاون ضخم جدا يبقى المسرحية الجاية دي بقى لتطلق ايه عملاق العملقة انا هروح لفاصل وهنكمل الكلام خليكم معنا طيب خليونا نجدد الترحيب بحضراتكم طبعا لا مش ضخنا هو صاحب بي الدكتور متحط العدل وكنا بنتكلم حول الفن والموسيقى والسلمة والأدب والشعر وما الى ذلك وبالتالي كنا بنتكلم تحديدا على فكرة شارلي فانا كنت بقول بقى نقط قلت الكتاب ده بالنسبة لي كتاب متفرد يعني انا معرفش في حاجة طبعت كده قابله هل لسه في حد هيتبع حاجة بالشبه ده وارد لكن ده كتاب مختلف صح مختلف ليه بقى مختلف لانه اولا انا طبعا طبعتي دووين شعر اه طبعا لكن والحقيقة مش انا صحب فكرة ان احنا نطبعه عصير الكتب طلبوا من احنا نطبعه وعلى فكرة او هيترجم انجليزي وفرنسوي والماني ويوناني عظيم يعني ده النسخة العربي عظيم لان احنا شايفين ان تشارل شابلين اللي احنا عاملينه ينفع ينفع تطارد في انجلترا وتنفع تطارد في نيويورك برودواي ينفع تطارد في اي مكان بل كنت بقول لبوه يقول له ما تعرضوا في برودواي يا بوه اللي يقول يا رب احنا نفكر بنعمل ده على فكرة وبنجري عشان نعرض في اوبرا دبي يعني انا عايزين نعرض لان هي مصرحية يعني الحمد لله كل اللي شافها مش انا اللي عايز اقول ان هي نقلة في المصرح العربي وان هي ما تقلش عن اي مصرحية في برودواي جميل فاحنا فقورين ان ده منتج عرفنا نعمله بهذه الكيفية وبهذا الاطقاط حلو وبالتالي المصرحية زي ما بيجيلك مصرحية شيكسبير فمصر تعملها بطريقتها وده يعمله بطريقته اي زي روميو جوليت فا ايه المنع ان المصرحية دي تنزل فياخدها حد مترجمة ويعملها في انجلترا بنفس الكيفية يعني انت المصرحية دي او انه هاني نجيب وفاهمي هو فاهمي صريف هاني نجيب ماسك اه ما هو ده في اي شنك لازم يبقى كده في اي شنك لازم عشرة عمر يا فنعرف ما هو لازم يبقى كده ما هو لازم يبقى حد كده واحد صريف واحد اي لازم بس عايز اقولك ان انا بنزل المصرحية دلوقتي هنريك ابسم عمل المصرحية طبعا مثلا ما انا بخد اعملها في مصر فا ايه المنع للمصرحية اللي عاملها العبد لله واستاذ احمد بوي اه او باشمع انس احمد بوي ايو تتاخد وتتعمل في اليونان شارل شابلين اللي احنا كتبنها طبعا هي دي هو ده هو ده جمال الموضوع ان انت عرض مكتوب عن فنان عالمي بيد مصرية بالسؤال عرض عالمي هم فا هتعمل في كل مكان صح اصبح عندي المنتج الفكري ده هو منتج عالمي عالمي رايح لكل الناس بالزبط كده وكل الافكار التي تم التعبير عنها هي افكار تقدر تترجمها بمنطقة البساطة لانها افكار انسانية قبل ما تبقى افكار محلية ضيقة حتى خطاب مثلا اللي قالوا في الديكتاتور العظيم هو من الخطابات العظيمة جدا جدا اللي رسفل اخدوا دستوره لما عادوا انتخابه في امريكا انا عرفته وقال ايه واقعدته صياغته شعرا اخد بالك والخطاب ده هو اول خطاب في التاريخ يواجه فيه تشارل شابلن الكاميرا ويكلم الكاميرا تمام تشارل شابلن فضله على السينما 50% من تطور صناعة السينما تشارل شابلن العامل مهم ما لا شك فيه الناس كتير احضراتك تعرف وانا اعرف بس الجمهور مايعرفش ان اتشارل شابلن الراجل اللي بيلبس بتاعه ده وبمشي صامت وبيضحك لا 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 هذا الراجل الف وانتج ووزع ومثل وقلف مزيكة واخرج افلامه وعمل حاجات كتيرة جدا عمره ما حصلت غير هو اللي بدأها وقدم افكار البوسطاء للعالم بالزبط كده وعبر عنهم يعني اما راجل يقولك في مثلا في طغيان القالة على الانسان واحد اول واحد الديكتاتور العظيم ده اتعملت في اوائل تسعة وتلاتين قبل الحرب العالمية اول واحد بشر بكارثة هتلر رؤية الفنان والفيجن اللي قدام هو الديكتاتور العظيم هو تشارل شابلن فده راجل سابق زمنه سابق خياله اصدقاءه مين اينشتاين غاندي تشيرشل دول اصدقاءه يعني شوف ده الفنان الكوني هو ده الفنان الكوني وعشان كده احنا اليونيفيرسل تشارل شابل عشان كده اه انا بالنسبالي حاجة كمان يمكن تشارل شابل ان اعتزل سنه اتنين وخمسين سنة وعلى عشرين سنة منفي من امريكا اه ورجع اتنين وسبعين سنة وكثير من الافكار اللي جوه المسرحية هو تعبير عني انا كفنان في المرحلة السنية دي هل انا هعرف هوكب العصر هل انا هعرف اتعامل مع جيل السوشال ميديا ولسنابشا ده انا انا متحة العدل فحاجات كتير من اللي انا كاتبه هنا عن لسان شارل شابلين الفنان الكوميدي اللي خايف يبقى ما بيدحكش وهي مشكلة كل فنان كوميدي او مطرب انه هل انا حواكب العصر انا مجبوش يا دي كانت مشكلتي اشكاليتي انا كمتحة العدل فانا بحاجات كتيرة من اللي كاتبه هنا انا بكلم فيه عن نفسي قبل ما اتكلم فيه عن شارل شابلين وهذا التوحد بيني ككاتب وبين النص اللي بكتبه هذا الاندماج اغسى ما يطمح اليه الفنان انه بيبقى بيكتب روحه من خلال شخصية ويمكن ده سبب من اسبابنا كحل العرض نفسه طب ده هيخليني شوطر انا انا بميل بقى احنا عادين في البيت ده هيخليني هاعد افكر بسوطة علي على مسألة انه الفنان الكوميدي اللي طول الوقت يبقى خايف ان الكوميديا بتاعته ما تدحكش بس هنا الشاعر والقديب هو بيكتب هل بيبقى فيه عنده نفس القلق لان انا بشوف دكتور ميت حد وهو بينتقل من مرحلة عمرية لاخرى هو لا في نفس ذات التقلق في نفس ذات النجاح في نفس ذات القدرة على الوصول والونوج للك كل تمام طب انا سألك سؤال جيلي كله بيكتب دلوقتي او الا اختفى لا في ناس اختفوا اه وجيلي اللي قابلي فهي مش حاجة سهلة زي ما انت متخيل يعني انت ما تيجي تكتب دلوقتي سيدي في الجامعة الامريكية هل حتكتبه بنفس الافهات اللي الكتب في سن 98 لا لان بقى فيه جمهور تاني ومطلقي تاني وطريقة دحك تانية وطريقة سرد تانية فاذا ما كنتش انت عندك القدرة على هزي الملاحقة طول الوقتي بتاعد تسأل نفسك ولا ان اللي بعمله ده الشباب ما هو بتفرج عليه هيحبه هلان عارف اقدر اوصلوه ده ده هاجس لازم بيبضل جواك لو لم تفكر بهزا المنطقة عمرك ما تعرف توصلوه لان ده بيدفعك ان انت تجيب مخرج شاب وتجيب ولادك وصحابك اقروا نص ده بقولك لا احنا ببنقولش كده دلوقتي احنا بنتكلم بتاني الفرانية الحوار ده قديم لازم دول الوقتي ده يبقى الهاجس ده عندك لو طول الوقتي بتخيل ان اللي بتكتبه ده قانون وهتبقى هتتنسي تمام فنفس كان الهاجس اللي كان عند شارل شابلين وبعمل غنوة وهو نايم بيحلم انت بقدمه ده ده انا كنت زمان حابك بقولوله كنت زمان كبوس للفنان ان انا حطلع مهارفش ادحك على فكرة ده 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 كبوس طول الوقت موجود هل انا على الموجة بتاعت الناس والعصر ولا انا بعيد طيب ده 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 هيخليني يمكن وانا وانا بتساءل طيب في الشعر وفي الشعر الغنائي برضو بيبقى فيها نفس المسألة اه طب وشرحت علي في الس طب استنى لا تعالى قلت خلاص اه طبعا سيمة اه احنا فيه قلتلي انا بفكر ان شاء الله اتشجعت بعد شارل يبقى فيه عندي مصرحية كبيرة والسينما السينما انا دلوقتي بشتغل على كذا موضوع وبردو تأكد اه ان انا ما اجا اشتغل هجيب معايا ولد صغيرية يبقى معايا وانا بشتغل وانا بكتب ماينفعش الدنيا بتتغير كل يوم اللي كان بتفرج على فيلمك سنة 98 ما بيراش السينما دلوقتي احنا معروف ان السينما بيخشوها من 12 ل 27 سنة ده جيل مختلف تماما ده جيل لما عملت همامه صعيدي كان عمره سنتين اه فده جيل طلع ببفرادات تانية احنا عجزنا وهو سلانج لانجوجز دي حقيقة طبنا انت صغير انا ما لانقول ايه على النفسي لا لا فانت طول الوقت بتدور على الشفرة انا مش هنسى لما خيري بشهر عمالنا مع مواد ايس كريم في جليم وهو استاذي قال لي انا بتعامل معاك انت اكثر شبابا مني ايه فاحنا لازم نمد ما بيننا شريان المعرفة والموهبة اخد منك وتاخد مني فانا تعلمت هذه الحكمة ان انا دلوقتي لازم نتعمل مع حد اصغر انقلل نبض الناس الاصغر لازم تتصالح مع الجديد والاجيال الجديدة والمفردات اللي بتتغير واعظم مثال على كده عمر دياب الاستمرارية الاستمرارية واي حد يعرف استمرارية متجدد طول الوقت خلاص متجدد طول الوقت وعاد الامام صح عمد منير صح عمد الامام لفضل لغاية فين هو لغاية سنتين هو ربنا ادي له الصحة وهو واخد استراحة محارب لكن هو عاد الامام فضل لغاية اخر لحظة الناس بتفرج عليه صح حاجة منقصة عبد الوهاب بليغ اسم عقراء بليغ في المطربين الجداد تعرف ادي الراجل ده متطور لما قالوا له بيغلطوا قالوا بيغلطوا احسن ما بيطلوا غنى اللي بيغلط حيصحح لكن انا لما عد هاجمه حيبطل غنى هي دي العقليات اللي بتبقى بالنسبة لنا لما تقرى انا معرفش انا بنكش الموضوع على موضوع ده كويس ده احلى تقرى مستقبل الثقافة طاحسين طاحسين عميد الادب العربي الراجل كأنما يرى ببصيرته وليس ببصري ما نحن فيه من ازم الثقافة العربية وكذبه من كام سنة 48 حاجة و40 يعني اه 80 سنة اه بالضبط 80 سنة مستقبل الثقافة العربية دول اللي احنا تربين عليهم ما ترجع بقى لشبرة ما كدش شبرة بقى كد مصر ان احنا دول اسد زيتنا انا بفتح التلفزيون الاقي نجيب محفوظ وطاحسين ومحمود امني العالم وانيس منصور بيعملوا حوار اه مع ليلة رسطم فنعد اتفرج على دول دول اللي انا باتفرج عليهم فانا متربي على كده جيلي متربي على كده شبرة متربي على كده ومصر كلها متربي على كده انا دايما اتذكر المقولة بتعطي الدكتور طاحسين لما اصد زلالة رسطم بتقوله تقول نصيحة ايه دكتور للجيل الجديد طبعا الجيل الجديد اللي قاد كان فيهم موسف السباعي وكان فيهم نجيب محفوظ محمود امني العالم وانيس منصور وبعدين يقول لها اخذ عليهم انهم يكتبون اكثر مما يقرأون تخيل دول تخيل دول اللي يكتبوا اكثر مبيلو محمود امين العالم محمود امين العالم محمود امين العالم بعد كده ساب الادب واتجه الا التفكير السياسي لاجه انت تخيل ان هذا هو ده برضو بيحطنا في اشكالية مهمة جدا انت بتقيس على ايه عشان تحكم المصطرة فين المصطرة فين انا مصطرت هنا طاحسين فشايف نجيب محفوظ قد كده لكن انت مصطرتك دلوقتي مين وبتقيس على ايه فتلاقي بيست سيلر وتمسك الكتاب ما تلاقيش فيه اي حاجة بطيف خلاص وتحولت الثقافة الى سلعة استهلاكية زي التلاجات اخد بالك فمستقبل الثقافة اللي عانى بيه طاحسين من ثمانين سنة هو ما نراه الان دول اسزتنا يا بغتك بقى سلزتك يا دكتور ويا بغتنا بيك الحقيقة نورتني وشرفتني حتىك عارف انا محبتي ليك الى اي مدى على المستوى الإنساني وما حبتي الى اي مدى على المستوى بتاع ما يقدمه لنا الدكتور متحة العدل نورتني وشرفتني الف 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 شكر شكرا جدا لحضراتكم لا ما تمشوش احنا لسه في بعض الفاصل مولانا الدكتور رحمد كريمة ووفاتتكم القاعدة مع الدكتور رحمد كريمة ودكتور متحة العدل في هذا حوار آخر استنونا بعد الفاصل أهلا 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 وسهلا من حضراتكم وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر منورنا مولانا الله يبارك فيكم وينور لنا ولكم الطريق بقى النهاردة صفحات التواصل الاجتماعي قامت وما قعدتش على صورة لأحد لاعبي الكرة القدم المشهورين موجود داخل مسجد سيدنا الحسين واقف بجانب الضريح وبيدعي ربنا يعني الرجل بيتبارك بسيدنا الحسين لقينا بقى بوست طويل عريض من واحد نجهل ويقول له أصل كده حرام وانت قدوة وهتخلي الشباب يعملوا زيك هو في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن ولاه واتبع هدى وبعد أولا زيارة مراقد الصالحين من سادتنا الأنبياء والرسل عليهم السلام وأولياء الله الصالحين مشروعة وتعد من المندوبات أو من أعلى المستحبات كمان يعني مشروعه من أعلى المستحبات نعم أولا لأن في شرعنا الإسلامي النبي صلى الله عليه وآله كان يزور قبور أهل البقيع بل قبل وفاته بأيام قليلة زار أهل البقيع كالمودع له النبي محمد صلى الله عليه وآله زار قبر أمه سيدتنا آمنة بنت وهبة عليها السلام وناجى القبر أي قبر أمه طويلا وبكى وأبكى من حوله وهذا ثابت بأخبار صحيحة المعلومة التي قد تكون لأول مرة للمسلمين وأخص بها برنامج التاسعة مساء في وقائع فتح مكة اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون له قبة يشرف من خلالها على وقائع فتح مكة بقرب قبر السيدة خديجة بنت خويلد عليها رضوان الله مراقض الصالحين لا مانع حيث لا مانع في زيارتها وأقول لكل مسلم قضية التحليل والتحريم بيد الله وليس لقوات جماعات ولا ثرة ولا طرق ولا تنظمات ولا أحزاب تأدبوا مع بيان الله في صورة النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الآية الوحيد سيادة النائب الإعلام يوسف بالحسين حفظك الله اللي فيها كلمة تكررت الكذب ثلاث مرات هذه الآية لبشاعة الإكتراء على التقوّل على الله ورسوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الذين يحرمون أقول له طيب أنت لما تروح المسجد النبوي وبتظهور قبر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألم يقرر العلماء إجماعا زيارة صاحبيه الكريمين سيدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فما أنتم الزرس إحنا خلاص قبر سيدنا النبي والسلام زيارته مشروعا خلافة للوهابية المتسلفة لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم الآية 64 من صورة النساء كلstem ولو أنهم اضلموا أنفسهم جاءوك جاء لمن حضرت النبو الصالة حيا أو ميت جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول والآية باقية اليوم القيامة لم تنسخ اتبالك ولو أنهم اضلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما أمر يخص المصريين بصفة خاصة والمسلمين بصفة عام يخص المصريين في ايه نحن منذ أيام قلائل ودعنا معجزة الإسراء والمعراج طيب يراك بقى سيدنا نبع السلام وهو راكب البراق تشريفة الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام جاء فوق طور سيناء طور ايه في مصر قال يا رسول الله انزل فصلي ركعتين عند قبر موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر يعني سيدنا محمد جاء عندنا سيناء شرف الديار المصري في أرض سيناء ليلة الإسراء أنا كنت أقول لك الكلام ده الاثنين الفات بس وكان أمر الله قدرا مخضورا إن حصل العرض ما جناش فالمهم قال يا رسول الله انزل فصلي عند قبر موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر قال صلى الله عليه السلام فرأيته يصلي في قبره تمام النبي عليه الصلاة والسلام ده يبقى ده في إيلة الإسراء والإيه والمعراء الكثيب الأحمر ده اللي هو فيه جبل يعني بالقرب من الحدود الفلسطيني اللي إيه أنا راجل أستاذ شريعة مش قولك إسرائيل هي فلسطين المحتلة ولا أقول إسرائيل أبدا طبعا هي فلسطين المحتلة طبعا عند الحدود ما بين مصر وما بين فلسطين المحتلة حلو اللي لسه جنابك الله يبارك فيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عن الأنبياء أحياء في قبورهم كالشهداء الله تمام حلو لما نأتي كما قلت لك لمسألة طب غير الأنبياء لأنه ممكن يجادلوا المتسلفة يجادل يقول لك طب ده رغم أنهما بيزوروا قبر النبي ممتعدين أقول لك واتحمل أثارا لأنه هما بيتعبدوا بكلام ابن تيمية أعلى من النبي لا إله إلا الله أقول ولا قوت إلا بها إذا كنا بنجيب الآية والحديث يقول لك لا ابن تيمية قال ما ينفعش في التشريع الإسلامي الاستدلال بالقرآن الكريم بالسنة النبوية بإجماع العلماء ابن تيمية هم اللي شاز هم تركوا نصوص القرآن الكريم اللي أراناها تركوا نصوص الأخبار النبوية تركوا وقائع النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيزور أهل البقية وآخر ما فعله في الدنيا قبل أن يصل وراء سيدنا وبكر عليه رضوانه الله ولما أحس بنشاط في المسجد أنه صلى الله عليه وسلم زار أهل البقية ثم صعد المنبر وعلى رأسه عصابة طبعا من الصداع والحمة ثم بعد ذلك لما أحس بنشاط بعد كده صلى وسيدنا وبكر عليه رضوانه الله وكان آخر العهد بالدنيا صلى الله عليه وسلم لما نيجي نذكر هذه الأدلة ما بيقتنعش بيها يطوح بآيات القرآن يطوح بالأحاديث النبوية يطوح بإجمال علماء يعني حضرتك مثلا لما نأتي بطائفة من كلام سيدنا العلماء يقول لك لا يطرق الإجماع مع أن الأصل إيه أنك هتتبع السواد الأعظم إنما لما يجي واحد يشز ابن تيمية بينكر زيارة قبر الرسول ولا يحبي الزي عديني يقول لك لا أصل إيه استدل خاطئا صلوا علي مش عارف إيه والله ما لا تجعل قبر وسلا يعبد قبر النبي لا يعبد ما حدش عبد قبر النبي الرسول قال صلوا علي حيث كنتم أيوة حتى لا يتكبدون المشقة فليس شرطا لما تصلي وتسلم على حضرة النبي منك تذهب إلى القبر الشريف الصحابة زاروا قبر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يعني عندك مثل رسول أما كان بيودع سيدنا معاز بن جبل هو ذاهب إلى اليمن قال له يا معاز لعلك لا تلتخي به ولعلك تمر بمسجدي وقبري هذا فجاء معاز وجد النبي فعلا قد مات فجاء معاز ومر وجهه على قبر رسول الله خلي بالك ومعاز أعلم الأمة بالحلل والإيه والحرام كذلك بلال الحبش المؤذن لما رسول الله السلام مات هو كره أن يظل في المدينة ورعى للحدود ما بين الشبل الجزيرة العربية وما بين الشام جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال ما هذه الجفو يا بلال ألا تزورنا فاركب الرحلة وجاء إلى المدينة ثم أزن فضجت الأهل المدينة بالبكاء تذكروا بقى الزكريات وأيام سيد النبي عليه الصلاة والسلام وأول من رفع الأذان بزر فالنبي سيدنا بلال الحبشي جاء إلى قبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لسه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يدوم على زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام الله عنها اللي قال عنها الرسول السلام خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء قالت كنت أزور خبر النبي عليه الصلاة والسلام دون حجاب لأنه زجها فلما دفن أبو بكر رضي الله عنه كنت أزور بدون حجاب فلما دفن عمر زرت بحجاب إيه رأك بقى فعل السيدة عيش يبقى عندك هنا سيدنا أبو أيوب سيدنا عبد الله بن عمر سيدنا معاذ بن جبل بلال الحبشي كل هؤلاء في زيارتهم لقبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري اللي هم بيدعوا اللي هم بيقوله سن طب يراك الإمام البخاري كتب كتابه المفرد كتبت وين في ضوء القمر بجوار قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده الإمام مين البخاري فحضرتك تضافرة النصوص القرآنية والأخبار النبوية وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم وإجماع العلماء في كل زمان ومكان على مشروعية زيارة مراقد الصالحين من أنبياء ورسل وأولياء وشهداء ولنا في رسول الله الأسوى الحسنة حيث زار قبور أهل البقية وصلى بجوار قبر سيدنا موسى عند الكثيب الأحمر في أرض سيناء المصرية هو ما فعله اللاعب في نص دقيقة هو مشروع أن يزور ولياً أو من آل البيت أو من الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم هو بس المأخذ هالأولي للمسلمين زيارة مشروعة أن نبتعد عن القبر فلا نمس المقصورة من نحاس أو من خشب أو من رخام ونستغفر الله عز وجل إذا كنا سنتوسل بجاه أو مقام المدفون في الضريح لكن نعتقد نحن المؤمنين المسلمين أن النافع هو الله وأن الضار هو الله ومجرد توسل بالجاه لا أكثر ولا أقل صحيح مولانا قطعت شكاً بيقين كما جرت العادة نورتنا وشرفتنا وأنا بالنسبة لي معلومة عظيمة أنه سيدنا محمد عليه أنفسه والسلام جه مصر ونزل في السيناء وصلّى بدوار قبر سيدنا موسى بعدين ده شيء أصلاً يعني أنا أرى أنه أمر طبيعي إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بجلاله وقدره تجلى عندنا في سيناء برضو يعني فده وبعدين يا موسى إخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى فهذه الأرض مقدسة ومحمية بأمر ربنا سبحانه وتعالى نورتنا شكراً رفتنا كما جرت العادة كل الشكر لفضيلة شيخ الدكتور أحمد كريم وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر لو كلينا لأ مش قبل ما يكون لنا العمر ده كريم داخل حال إنه برنامج رقم عشرة وإحنا إذا ربنا سبحانه وتعالى كتم لنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم صحة عمر التاسعة سلامات اشتركوا في القناة